مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بعد غياب أكتر من خمس أشهر بدون ما أنزل أي فيديو على القناة في هالفيديو رح أخبركم سبب انقطاعي عن القناة لكن بدي منكم دعمكم القوي على القناة لحتى نقدر نرجع متى الأبل وبشكل أقوى إذا مو مشتركين بهالقناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات لحتى يوصلكم كل جديد وهالآت خلوني أخبركم شو اللي صار معنا تحديدا أنا وفريقها القناة أكيد أغلبكم سمع عن الأحداث السيئة اللي حصلت بقطاع غزة في فلسطين أنا من غزة وبعد ما شن الاحتلال الإسرائيلي الهجوم القاسي جدا على غزة دمر بيتي وجامعتي بشكل كامل بيتي وبيت أهلي وأقاربي تحديدا ما في أي شخص سواء من الأقارب أو الأصدقاء أو حتى الأشخاص اللي بيساعدوني في هالقناة إلا خسر منزله وطبعا نزحت قصرا وإجبارا على الأماكن اللي ادعى الاحتلال إنها أماكن إنسانية آمنة ونزحت من غزة لمدينة رفح وطبعا لو أنتم معتقديين إنه هالمدينة آمنة فهالشي خاطئ طبعا أنا تحول منزلي من بيت لخيمة في رفح وطبعا الحياة في الخيم أقصى من أي إشي ممكن تتوقعوا وطبعا غير إنه إحنا نزحنا بدون أي ملابس أو أجهزة خاصة أو طعام أو أي شي من مقويمات الحياة وطبعا استقبلنا شهر رمضان المبارك بالخيم بدون مي أو إضاءة أو أي شي من الأكل الصحي اللي ممكن يقوي صحتنا لحتى نقدر نصوم وطبعا خلوني أخبركم بشكل بسيط عن غلاء الأسعار اللي غير معقول أبدا إحنا تقريبا نعد أكثر مدينة في العالم فيها غلاء أسعار غير معقول خلوني أعطيكم بعض الأمثلة مثلا كيلو السكر بـ 25 دولار وكيلو التمر بـ 15 دولار والخضروات مثل المندورة والإخيار وغيره كتير لا يقل عن 10 دولار وطبعا إحنا نعتبر أرحم من أهلنا اللي ضلهم في غزة اللي بيعانوا من مجاعات متعددة يوميا أطفالنا بيقتلوا من سوء التغذية في غزة ما عندهم أي نوع من المية الانضيفة أو لطحين اللي بيخليهم أقل شي على قيد الحياة وطبعا فقدنا أشخاص وأقارب كتير استشهدوا فيها الظروف السيئة ما نحكي الكلام ما رح يكون كافي لحتى يعبر عن المعاناة الصعبة جدا اللي بنعيشها أما إذا بتتساءلوا عن سبب الانقطاع فهو عدم توفر الانترنت ففي مدينة رفح ما في أي شركات اتصال بتوفرنا اشتراك شهري لحتى نقدر نتواصل مع العالم الخارجي ما إذا بتتساءلوا كيف قدرت أتواصل معكم وأنزل هالفيديو على القناة فطبعا خرجنا من الخيمة للشوارع بحثا على الانترنت أنا وفريقها القناة وطبعا كان هالشي بصعوبة جدا فطبعا الانترنت مثل ما خبرتكم من أصعب الأشياء اللي ممكن نحصل عليها هيك بكون طمنتكم علي وإنتو كمان طمنوني عنكم في التعليقات هيك بنكون وصلنا لنهاية هالفيديو وشكرا لمشاهدتكم